نوفا العديل يقول ماذا عن تفعيل مهام شرطة البيئة وما حصيلت تدخلتها وعملها مبعد الكوب 22 في مجال تدخل إعلام في التعريب بقضايا حماية البيئة هو ربما السؤال كيمشي في اتجاه بأننا بطبيعة الحال اللي كناتكلمنا قبل من الأخبار حول تطبيق القضايا للقوانين البيئية طيب الحال كان مرسوم وهذا المرسوم هو جاء بناء على القانون 9912 اللي هو بمثابة الإطار القانون دي التنمية المستدامة تكلمنا أن في هذا القانون كان واحد الباب خاصة الباب السادس ديالو اللي كيحدد المسؤوليات وكيحدد أيضا المراقبة البيئية وفي هذا القانون تكلم بالخصوص على واحد المادة تكلم على إحداث شرطة بيئية إذن رأى هذه القادية الشرطة البيئية رأى القانون لأنه إذا عرفنا بأنه في 2010 هذا القانون وهذه السنة بالضبط في بداية السنة تم فعلا إعطاء الانطلاق الرسمي لهذه الشرطة ولكن هذه الشرطة البيئية رأى بقي العدد ديالها قليل مهام ديالها يعني شو هي؟ هو المهام ديالها هو بالخصوص ماشي مهام بسيطة جدا لأن مثلا الوزارة ديالبيئية اللي هي الآن وزارة التنمية المستدمة هي تعطي ترخيصات في إطار مثلا دراسات بحل دراسة تأثير البيئي ولا بعض المشاريع الكبرى كالمطاريح كمحطات معالجات علمية فهذه الشرطة هي تقوم بمراقبة بمراقبة وبتتبع مدى فعلا التزام هذه الأطراف لإخدات هذه المشاريع بتتبق الجانب البيئي وهي تشتغل نحن نوضح كثير هي تشتغل بطبيعة الحال مع الشرطة الوطنية مع الدرك وربما كان الدرك البيئي أيضا رعنا واحد المصلحة الدرك البيئي أيضا تشتغل مع وزارة العدل لأن هذه القضايا خصها أيضا جوانب إذا جهات متعددة والآن تتدخل في هذا المجال وراه الآن ربما الوزارة رأي ماشية في التطور هذا ربما ما هو مطلوب أكثر هو مدى بالحال بحل الجماعات الترابيات ولي بحل بعض الأعداد ولي عندنا مثلا شرطة ديال على مستوى البلديات والجماعات فعلا لتساعد أيضا هذه الشرطة وهي هذه الشرطة هي اللي تتكلم بالقضايا الصغيرة مثلا بحل القضايا ديالرمي النفايات أما هذه كتتكلم بالملفات الكفراء مثلا بحل تلوط الهواء مثلا النقل بعد النفايات الخطيرة يعني كتبقى المستوى ديال التدخول ديالها مستوى يعني عالي شيء مستوى ديالرمي النفايات الخطيرة